نضم معنا من بغداد الآن مرسلنا طارق مهر طارق يعني هل تبينت معلومات حول ما يجري بالفعل في الرمادي ونحن نسمع عن باء متواتر عن محاصرة تنظيم لمقار عمليات هناك هجوم تنظيم الدولة سرمد الذي بدأ فجر اليوم بدأ التحضير له منذ منتصف الليلة الماضية حينما نفذ العشرات من المسلحين عملية تسلل إلى أحياء البعلوان والجمعية والورار وهي الأحياء الوسطى من مدينة الرمادي وبعد ذلك وتحديدا بعد ساعات من هذا التسلل بدأ هجوم مسلحي الدولة على هذه المنطقة أو هذه الأحياء بمساندة هؤلاء الذين قاموا بالتسلل وبهذا بدأ العشرات من المسلحين ببسط نفوذهم على الأحياء الوسطى بدءا من البعلوان ثم الجمعية ثم حي الورار الذي يشهد اشتباكات عنيفة لحد الآن كونه قريبا من قيادة عمليات الأنبار تمكن مسلحو تنظيم الدولة من الدخول إلى المجلمع الأمني الذي يضم كافة المنشآت الحكومية وتمكن من بسط سيطرته على هذا المجمع بعد تفجير خمسة سيارات مفخخة الأول كان عربة عسكرية مفخخة ثم أربعة سيارات داخل هذا المجمع الأمني ساعات المقبلة الآن بماذا تنبئ ونحن نسمع أخبار متواترة عن تقدم للتنظيم خطة وزارة الدفاع سرمت تقضي بمحورين أساسيين الأول ببدء هجوم واسع ينفذه عناصر الفرقة الذهبية الذين لا يبعد مقرهم عن قيادة عمليات الأنبار المحاصرة من أربعة جهات سوى ثلاثة كيلومترات فقط الهجوم بدأ منذ أربعة ساعات وهو هجوم عنيف لأن مسلحي تنظيم الدولة يسيطرون على ثلاثة أحياء كبيرة وبالتالي فإن المهمة ليست سهلة منحت الفرقة الذهبية فترة زمنية محددة بـ 48 ساعة طبعا هناك إسناد من مروحيات الجيش العراقي بالإضافة إلى طائرات التحالف لكن سرمت دعني وشير على عجالة بأن سيناريا واحد بقي أمام رئيس الوزراء العراقي بإرسال أكثر من فرقتين عسكريتين إلى مدينة الرمادي لإسناد القطاعات العسكرية العراقية أو اللجوء إلى السيناريا الأخير وهو الحجد الشعبي لمشاركة بدعم القوات العراقية وضحت الفكرة والصورة شكرا جزيلا لك مراسل لنا طارق ماهر كنت معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر